مرحبا بكم أعزائينا المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج بالعراقي يأمل العراقيون وبعد انتظار طويل أن يضع نظام التسعير الرسمية الموحدة للأدوية في الصيدليات والذي أعلنت عنه وزارة الصحة ونقافة الصيادلة أيضا ودخل حيز التنفيذ مؤخرا يضع حدا للارتفاع الكبير في أسعار الأدوية وأن يضبط عملية الاستيراد والبيع غير الخاضع للمواصفات وضمان التحقق من مناشئ الأدوية المستوردة في الوقت الذي تستمر فيه المحاولات لإيجاد نظام آخر لتحديد أجور الكشف في العيادات الطبية الخاصة ومختبرات التحليلات المرضية فهل ينجح هذا النظام الجديد في وقف فوضى التلاعب بأسعار الأدوية ومصادرها وهل تنجح الوزارة ونقابة الأطباء في إيجاد نظام عادل يراعي المستوى المعاشي للمواطنين ويضمن حقوق الأطباء أيضا أسعار الأدوية والفحص الطبي ونظام التسعير الجديد محور حلقة بالعراق لهذا اليوم نناقشها مع الضيوف المختصين الكرام الدكتور جاسم الموسوي نائب نقيب أطباء العراق الدكتور مثنى الطائي عضو مجلس نقابة صيادلة العراق وعبر الهاتف الدكتور سيف البدر المتحدث باسم مزارة الصحة وأيضا الدكتور الصيدلاني أحمد إبراهيم علي وهو أيضا نقيب الصيادلة الأسبق وكان يفترض أن يكون معنا الدكتور أحمد الشذر مدير مختبر الرقابة والبحوث الدوائي لكنه اعتذر رغم أن البرنامج يخص عمله تحديدا ولا نعرف لماذا هذه الاعتذارات الدكتور لو تسمحنا نبدأ من موجة الغلاء نتحدث قبل أن ندخل في مضمون حلقتنا يعني موجة الغلاء اشتاحة الشارع في ارتفاع أسعار الأدوية وفي كشفية الأطباء وهذا تأثير واضح أيضا على المواطن في ظل هذا التقشف وأشياء أخرى كيف تتعاملون مع هذا الموضوع؟ هل لديكم دراسة بحثية ميدانية؟ كيف قرأتم واقع الشارع تجاه غلاء الأسعار؟ أهلا سأل أستاذ مؤتد تحيئ لكم جمهورك كريم أعتقد حضرتك تفضلت قلت غلاء جور الأطباء مع غلاء الأدوية موضوعين من الفصلين الحقيقة لا يمكن دمجهم باعتبار هذا في اتجاه وهذا في اتجاه نحن نرحب طبعا بترحيب كبير بنقابة الأطباء برنامج التسعير اللي سعت لنقابة السيادة لو وزارة الصحة بتطبيقه نتمنى أن يكون ناجح جدا ونحن داعمين لهذا البرنامج نتمنى أن يكون الخطوة الأولى في تصحيح عملية مسار الأدوية سواء بمسارها من خارج القطر إلى حد المستهلك هل تم أخذ رأيكم هذا الموضوع الأساسي؟ لا بأكد ما أخذوا رأيكم؟ القضية ما تتعلق بكم هذه؟ تتعلق بنا قدر تعاملنا مع الأدوية باعتبار أنه نوصف الدواء ولكنه عملية معاطات الدواء شراء استهلاك تقديم المواطن كلها يخص صيادنا الحقيقة بس هناك من يشير أن الأطباء أكثر الناس المتهمين بهذا الموضوع لو تسمحني يعني الشركات تسوي مؤتمرات درجة أولى وأني حاضر هذه المؤتمرات وأعرفها وتتفق وي الطبيب أن تفتح لعيادة وتفتح لبناية وتفتح لصيدلية ودى صير هذه موضة بالطب العراقي على موضة يمشي لدوة مالتها صحيح هذا الكلام لولا؟ وهذا الطبيب أصبح هو المتهم الأول والأخير في كل شيء في كل مفصل طيب إحنا مدى ننتهم دنقول أكوهيتش اتهام نعم ووضحني إياها نعم دع دع فعل الطبيب يعني الواجهة الحقيقية لخدمة طبية نعم الخدمة الطبية هي عبارة عن نظام كامل يتخلى له كثير من الحلقات منها حلقة إعطاء الدواء حلقة الفعوصات حلقات كثيرة كلها ضمن برناوج الخدمة الطبية الطبيب هنا هو المفصل والمحور الأساسي لذلك كل الأشياء تتمحور حول هذا الطبيب نعم نحن نعرف الطبيب ابتداء لا يمكن أن يفرض يفرض على الصيدلاني أو يفرض على النظام الصحي يعني نظام طاعات الأدوية أو استلاك الأدوية بشيء لأنه خارج صلاحيته أصلا نعم الطبيب صلاحيته تكمن في كتابة الدواء على راتشيته أو الوصفة الطبية والمريض هنا هو يذهب لشراء الدواء لو تسمح لي تحديدا تشفير الوصفات هذه المودة مع الأطباء اللي هو يكتب الدواء بطريقة معينة وتروح للصيدلية اللي هي عرف لو زوجته لو ابنه لو هي مالته مالة العيادة وغصبا على المريض يشتريها بالسعر لأنه محد من الصيادة للآخرين يعرف هذه التشفير مع التطبيب نعم وصلتكم وتابعوه أنتو هذا الموضوع أحنا وصلت لكل الأخبار أنها تعتبر هذه الموجودة الوصفة الطبية لم تأتي لنا في نقابة بلرغم من مخاطبتنا لجميع القنوات الفضائية جميع النقابات جميع الأخوان بالجهات الرقابية أحنا نريد أحد الأطباء يزودوننا بهذه الراتشيته المشفرة حتى نقدر ناخد إجراء بحق الطبيب اللي يكشفر الراتشيته نحن لا نقبل لأنها ضد القانون وضد النظام وضد حق المريض أصلا وضد حق الطبيب أصلا لأنه هذا يسيئ إلى سماعة الطبيب وأطباء وقضية الشركات هذه الشركات التي تفتح عيادات الأطباء وتعجرها وتفتح صيدلية معقولة هذه مواصلتكم لو أنتم لم تشوفوها لا بالتأكيد طبعا نحن تصلنا مثل ما جنابك تواصل الأخبار نحن كنت تصلنا أخبار ونقدر ننكر أن هناك حالات مسيئة وحالات تسيئ إلى سماعة الأطباء يعني هذه متاجرة نقابل شون تقبل بالتجارة جد نسبة هذه الأحداث استعمال أنا نشوفها هواي أنت نشوفها هواي بس نحن لا نشوفها هواي أنت جنابك يمكن أن نعلم بس نحن حقيقة حالات فردية جدا والسواد العظم من الأطباء هم ناس حقيقة مهنيين طبعا مع تزازي أنا أتحدث لك أحاول أن أقول لك لكن هو العمل المسيء تدري يظهر على السطح في صورة كبيرة لو تسمح لي دكتور أيضا فيما بعد أناقش هذه التفاصيل وهذه الحيثيات وأيضا ما يعني ينتشر بالشارع وأيضا رؤيتكم لتسعيرة الأطباء أو جور الفحص دكتور مرحبا بك يعني معنا في برنامج يخص موضوعكم تحديدا نحن نسحن النقابة أبرمت عقدا مع إحدى الشركات التركية لتصنيع اللواثق الخاصة بالتسعيرة والتي تحتوي على أدة مراحل لحمايتها من التزوير ممكن تشرحنا هذه القضية في البداية بسم الله الرحمن الرحيم شكرا تحية طيبة لكم للقناة الكريمة وللسادة الضيوف الكرام وللمشاهدين الكرام إن شاء الله بالنسبة مشعور أعفو مشروع التسعيرة تسعيرة الأدوية هذا مشروع قديم بدأ صراحة بداية في النقابة السابقة واستكملت النقابة الحالية بخطة حثيثة وبخطة متسارعة إلى أن كمل ورأى النور الحمد لله وانطلقت التسعيرة فإذن هو الموضوع مشترك بالنقابة السابقة والحالية وأيضا بالتعاون مع وزارة الصحة اللي كان إلها دور كبير وأنا كنت في اللجنة في النقابة السابقة في اللجنة الرئيسية معنت تسعيرة اللي كان فيها أعضاء من نقابة الصيادلة وأعضاء من وزارة الصحة من يحدد السعر لو تسمح لي السعر بالنسبة هذا الموضوع الفني نحن السعر نحن عندنا الدواء الشركة الدوائية تسجل في وزارة الصحة من ثم بعدها يسجل المستحضر الدوائي الدواء وين يسجل أيضا في وزارة الصحة في قسم التسجيل دائرة الأمور الخلانية هذا الدواء يسجل بسعر معين طبعا نحن تسعيرة أكو لجنة خاصة في وزارة الصحة يسموها لجنة التسعيرة أيضا النقابة ممثلة بيها وبها أعضاء من الوزارة هذه اللجنة تأخذ أوطأ الأسعار اللي تأخذ أسعار دول الجوار الدول الأوروبية أو الدول اللي هذا المستحضر يباع فيها اللي هي دولة المنشأ والدول الأخرى ومن ثم تختار أفضل الأسعار أو أنسب الأسعار أو أوطأ الأسعار ومن ثم نأخذها للتسعير هل يتم أخذ بنظر الاعتبار انخفاض المستوى المعاشي تواضع المستوى المعاشي ما يبره العراق اليوم من ظروف اقتصادية إذا تلاحظ أسعارنا تقارنها بدول الجوار وعلى أنا بثل أبعما بالأدوية طبعا أرخص بكثير تروح للسعودية تروح للإمارات أعطيك مثال بسيط يعني هسا أي دول تروح لها تروح لها بالإمارات أو بالسعودية أو بالأرخص بس الدخل يا دكتور عفوا أرخص الدخل دخل السعودي مثل دخل العراق الي هو أربعمائة ألف وثلاثمائة ألف والأردن نحن دخلنا أكثر من الأردن الحمد لله روح السورية تركيا روح تركيا شوف هنا أرخص يعني أسعار الأدوية عندنا إذا تقارنها بأسعار عندنا أدوية غالية مو ما عندنا حسب طبعا أدوية ذات مناشع عالمي هي أصلا غالية رأيك الصيادة لتجار لا هي مهنتنا عفوا هي مهنة إنسانية أخو ما أحراجتك لا لا أبدا ما أكو أي أحراج ثانيا هو مو كل تاجر هذه النظرة موجودة الآن بين العراقين إسمحني إذا إذا إحنا ممكن صاحب القناة الفضائية ممكن يكون تاجر نعم أيضا هو مستثمر طيب الصيدة لاني إذا سؤالي الصيدة اللي أنا اعتبره مزيج مزيج يعني المهنة الطبية الجانب الإنساني هو الجانب الأوسع نعم الأهم بس أيضا هناك جانب خلنقول ربحي معاشي وهو هذا يعني خلنوا نقول هذا الرزق الصحيح أو الرزق الحلال هذا أنت ما تقدر تحرم من عنده مو بس الصيدة اللي أين كان وظيفتك كان طبيب مهندس حكت له أي مهنة إنسانية إلا في حال أنه في الخارج في الغرب عندك الطبيب يكتب الوصفة الصيدة اللي يصرفها وفلوس الراتشيته وفلوس الطبيب تروح من الدولة من التعمير الصحي أنا اقترح هذا المقترح طيب الناس اتفاءلوا خير يعني كيف يتم التسعير وهناك كميات كبيرة من الأدوية يعني شون رح تتم التسعير بالتدريج 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 نحن عندنا الدواء المسجل نعم اللي ينفحص في مركز الوطني الرقابة والبحوث الدوائية نعم وينكتب عليه أنه هذا صالح للاستخدام البشري وناجح في الفحص نحن نسمي نحن دائما نبحث عن الدواء الآمن والفعال نحن المهم عندنا نشارك النظرة الإنسانية ونظرة الطبية في هذا الموضوع والصيدة الآنية بالذات أنه الدواء يصل إلى المريض بشكل صحيح وبشكل آمن وفعال طيب يعني مو فقط السعر أنا أنظر فقط للسعر يعني أنا أحترم رأيك بس أنا ما أعرف بالمناسبة السعر ممكن أنا أنطي للمواطن دواء بسعر رخيص ولكن لا قد لا يكون بالفعالية الكافية دكتور صارت دكاكين خلي نسمع رأيي دكتور شون متلازمك لنجاو شكرا دكتور سيف شكرا لأنك يعني معنا عبر الهاتف لمناقشة موضوع مهم يتعلق بالنظام الجديد وإمكانية إيقاف فوضى التلاعب بالأسعار دكتور سيف بدر سيف البدر وهو المتحدث باسم وزارة الصحة نعم دكتور لو تسمح لي هناك من يشير أن ثمة عراقيل حدثت في هذا المشروع والوزيرة أشارت في تصريح لها أن هناك بعض العرقلة لكنها حددت مدته ستة أشهر للتطبيق نعمل على مواجهة أي تحديات وإيجاد الحلول السريعة لأي محاولات عرقلة ما هو أسباب العرقلة؟ هل لديكم اعتراض؟ كيف تنظرون إلى الواقع المزري حقيقة فيما يسميه البعض الفوضى في التعامل مع أسعار الأدوية وأيضاً أجور الأطباء؟ هناك من يشير أنها لا تتناسب أبداً مع دخل المواطن وأن هناك غلاء فاحش كيف تعاملتم مع المشروع؟ شكراً جزيلاً أخي إمار وشكراً على استيارك الرائع لمواضيع برامجكم أخي الكريم هذا الموضوع موضوع تشعيرك الأدوية هو مطلب قديم يعني إحنا وعينه ونسمعه من كل المواطنين الحمد لله كان أصرار من الوزارة على أنه أطلاق هذا البرنامج رغم بعض الاعتراضات لازم أكون صريح معاك من داخل وخارج المجتمع الطبيعي احتيلي على عرقلة، الوزيرة أشارت إلى عرقلة يعني الظاهر بيناتكم خلافات أنتو النقابة خلينا نحتي صريحين، تعودنا على الصراحة نعم أخي الكريم، أنا لا أخوة أحنا أكون لقاء مسجل وموجود في قاعة الوزارة قبل أطلاق البرنامج هذا المشروع بشهر تقريباً في قاعة الوزارة وكان في عدد كبير من الصيادلة وأصحاب المكاكب العلمية والسيدة الوزيرة كانت موجودة والسيدة الوكيل الفني فصار نقاش مفتوح حول إيجابيات السلبيات والعواق السيدة الوزيرة وقفت وقالت نحن عازمون على إطلاق هذا البرنامج نعم أكو معوقات، أكو تفاصيل فنية وإجرائية وإدارية ومالية لكن هذا مطلب جماهيري وأنا بس أريد أصحح في مفهوم يعني أكو سؤفهم حول الموضوع نحن لا نحدد سعر الدواء، نحن نحدد حامش الربح نحن نقضي الربح المعقول والربح المشروع من القبل الذي يستورد أو يشتغل سواء عنده معمل داخل أو خارج العراق نحن هدفين الرئيسيين من هذا المشروع أولاً تحديد حامش الربح لا بد أخي عماد أنت ملاحظ تلقى فتفقرة علاجية في صيدلية بسعر 10 ألاف دينار مثلا وفي صيدلية قد تكون مجاورة تلقى 70 أو 80 ألف هذا التطاوث الكبير طبعا أبو الصيدلية يقول لك بعض المواطنين يشترون ما عادوا مشكلة لكن لو الدخل المحدود عادوا مشكلة هذا الموضوع الهدف الثاني اللي أنا أعتبره أهم وهو السيطرة على دخول الأدوية بطريقة غير شرعية لأن تهريب العلاج راح يأثر على المدوء هل لديكم إمكانية دكتور أنتم في وزارة الصحة هناك من يشكك بإمكانياتكم كيف تجيبون المشككين بإمكانياتكم بالتعامل مع التلاعب بالمنشأ أي فكرة جديدة أي قانون جديد غريب على مستمعنا أحنا كمفهوم بتاريخ الخدمة الصحية بالعراق ما تدخلت الدولة حتى في فترة الحصاء في فترة النظام لم تتدخل بالتفصيل لكن أحنا طبعا موضوع جديد على المواطن وجديد علينا كأطباء طيب دكتور دكتور لو تسمح لي وضعنا هذا السقف 6 أشهر وضعنا لي لازم بالتدريج وطبعا إذن ماكو عرقلة بس أريد أسئلك لو تسمح لي بعد الفاصل حول أيضا تحفظاتكم على سعر وإجور الأطباء أيضا في هذا الموضوع لأن أنت مستعجل وعدك الكثير من المشاغل طيب نذهب إلى فاصل ونعود من جديد شكرا جزيلا من جديد أعزائي المشاهدين والحديث عن أسعار العدوية وأيضا أجور الفحص الطبي ونظام التسعير الجديد ونستكمل الحديث مع الدكتور سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة دكتور أخذت أثناء إعدادنا للحلقة أخذنا تصريح لحضرتك تقول به الوزارة لديها تحفظات على هذا السعر وتسعى إلى تقليله ووزارة الصحة قالت أن هناك مشروع ثاني تم أيضا بالتنسيق مع نقابة الأطباء لتحديد أسعار كشفية الأطباء يعني وتقصدون أن الرقم 50 ألف لأجور الطبيب رقم مبالغ بي هذا تأكيداتكم طيب هذه تأكيداتكم وهذه تحفظاتكم تقولوها بس بالإعلام لو أكو خطوة حقيقية إذا أكو خطوة حقيقية بدون تصريحات أرجو أن تنور الناس بها نعم أستاذ نعم توجد خطوات حقيقية بالتعاون مع نقابة الأطباء لكن هل ستكون صريح معك العمل الخاص في العيادات الخاصة هذا خارج مؤسسات وزارة الصحة نحن مسؤولين بالدرجة الأولى عن المستشفيات المراكز الصحية والمراكز التخصصية اللي تعمل ضمن الدوام الرسمي ما بعد الدوام الرسمي نحن يكون دورنا كإشراف كصحة عام بس أنتوا جايد بولون أنتوا جايد بولون عندكم تحفظات وتسعون إلى تقليله هذا تصريحكم إذا تسمحني استعمال أولا من ناحية المبدأ العمل الخاص من حق الطبيب وكل دول العالم هو مقفول وبالمناسبة صحيح هل 50 ألف بالنسبة لدول الدخل المحدود هي مكلفة لكن إذا حضرتك أنت بنفسك تسوي سيرتش على أسعار الأطباء في دول مجاورة برد الروح بإذا راح تلقى أنه إحنا هذا الخمسين أقل شيء موجود أنا مو معه لأننا إحنا على اتصال مباشر مع المواطنين حتى الخمسين ألف بالنسبة للطبيب الاستشاري ويمكن الأخ من نقابة الأطباء يأتيك تفاصيل أكثر إحنا كوننا على احتكاك مباشر مع المواطنين وشكاوى المواطنين حتى الخمسين ألف وحتى الأربعين ألف والخمس وعشرين ألف يشوفوه لكن أنا هذا الموضوع حقيقة دائما يذكر النسبة الأقل من الأطباء التي كشفيتهم غالية لكن إحنا ما نذكر الأعداد الكبيرة من الأطباء التي هم مجانا يشتغلون أو هم في أتعار رمزية أو مخصصة يومين أو ثلاثة أيام للمتعففين أو ذوي الشهداء وهكذا أنا بس اللي يريده من حضرتكم فضل وما يصير الصدغة العامة والانطباع العام على الطبيب العراقي هو أنه ياخذ هذا المبلغ نعم أنت ذا تشوف يعني مناطق محددة في بغداد وكل الأطباء أيضا دكتور لو تسمح لي أيضا خلني تجاوز دكتور لو تسمح لي أنا متعود إياك على الصراحة أيضا خلني نتجاوز المثالية ونتحدث بشكل واقعي لو جايب لك الآن مجموعة لقاءات ويا الناس وهم يراجعون في الباب الشرجي وساحة الواثق كلهم يعانون يعانون من طريقة تشفير الأطباء للأدوية يعانون يعانون من مشكلة الغلاء الفاحش للأطباء المشهورين والكبار وأيضا صيادلة صيادلة الأطباء اللي هم نفسهم يكتبون الدواء أرجوك خلينا نكون صريحين السابعي بات تحب الصراحة نعم أولا تشفير الشفرات هذا العفو الراكتات أو الوصفات هذا عمل مرفوض أخلاقيا وعلميا ومهنيا وإحنا كوزارة صحة دارة التفتيش بالتنسيق معنا قابل أي أي شخص يسمعني يثبت هذا الموضوع يعاقب كل من الصيدلاني والطبيب أو إذا وجد وصيف لكن خلينا نحتي على موضوع الغلاء إحنا إذا نروح إلى ثلثة المشكلة المشكلة بالنظام الصحي بالضمان الصحي نعم نعم بلا أنها مشكلة الوزارة أنه أنه في دول الجواب العلاج أغلى كشفية الطبيب أغلى العلاج الثواء أغلى وفحص الردين أو المفراد في الولايات المتحدة 1500 دولار في حين إحنا بالعراق إذا مو بلا شفة 25 اللي أريد أقوله المشكلة بالنظام الضمان الصحي نفسه نعم نحن هنا نحتاج إعادة دراسة للضمان وإصلاحها حقيقة رزارة الصحة قدمت مشروع متكامل حول نظام الضمان الصحي ولكن يعني بالجاهة التشريعية ما لقينا التجاوب ونكبح هذا المشروع في كل هذه الدول اللي بيها العلاج دكتور دكتور اسمحني أستثمر وجودك أستثمر وجودك بأشياء دكتور بأسئلة سريعة وياريت إجابات سريعة هل يعني البرنامج الجديد سينهي ظاهرة التلاعب بالأدوية هل سيتم التحقيق من مصادر الأدوية تثبيت الأسعار هل نعم 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 طبعا هو ما راح يطبق بيه بالمئة بنظام كفاء لابد أنه نحتاج وقته نلاحظ فيه خروقات لكن إن شاء الله إذا نجحنا به راح نسيطر بنسبة كبيرة على الاستغلال بالسعر والتفاوس بالأسعار ثانيا الموضوع الثاني راح نسيطر على التهريد دكتور أيضا قبل أختم الحديث بعض الصيادلة يقومون بتأجير بناية كاملة تحتوي على شقق ومنحها عيادات لبعض الأطباء مجانا لكنه يقول أنه من مبدأ الظاهرة السلبية هذا هو بعض أصحاب المشاريع التجارية من غير المختصين كيف تتعاملون مع هذا الموضوع هل هذه الظاهرة موجودة صحيح هذا أيضا من اختصاص النقابة أكثر من عدنا أيضا هم عموه خصوصا أنا متابع بالفترة الأخيرة أنه ظاهرت أنه غير الصيادلة اللي يملكون صيدليات أو مذاخر يعني من خارج المهنة لا داقة طيب هل الصفقات مع الشركات مسؤولية الوزارة ما لها علاقة صفقات مع الشركات ومع مذاخر أدوية ومنتجات منتجات الشركات مقابل يعني تحقيق أهداف يعني أبرزها الحصول على تذاكر رحلات سياحية ومشروع التسعير الدوائية نعم بما أنه راح يثبت السعر نعم سواء من خلال شركة وبدون شركة معروفة وغير المعروفة هذا نظريا راح يمنعه نعم طيب يعني حسن الوزارة الوزارة تريد تختم حديثك أنه الوزارة قادرة على لعب دور مهم في تحقيق لا بأس بي من العدالة نعم ليس الوزارة اللي واحدة يا أخي الكريم لابد من التعامل مع النقابات نقابة الأطباء نقابة طيب أنا رحز نقابة الأطباء أخي الكريم والإعلام دوركم أساسي ولابد الإيجابية أيضا من المواطن نحن معاولين كثيرا على الفضائيات الموضوعية وثال إعلام وثال تواصل اجتماعي في الترويج وترويج تقافة الصحة ولعله هذا من أهداف افتتاح إذاعة الصحة مؤخرا أنه إحنا هاي المشاكل هاي التوعية وحتى يكون باب للشكاوى التريع والملاحظات الإيجابية شكرا دكتور لأننا لدينا مشكلة بالوعي الصحيح شكرا دكتور لأنك كنت معنا وساهمت رغم أننا يعني كررنا الدعوة للدكتور أحمد الشذر مدير مختبر الرقابة والبحوث الدوائية ولم يحضر إلى الحلقة شكرا دكتور سيف دكتور عودة لهذا الموضوع موضوعة تحديد مثل ما أشار الدكتور أن الوزيرة والمتحدث باسم الوزارة لديهم تحفظات على سعر أو إجور الأطباء كيف تعاملتم مع هذا الملف هل تجدون يعني الكثير من يرى ويمكن المتابعين يعرفون أن إجورة الطبيب هي معقولة في ظل الظرف وأيضا معقولة في ظل مقارنتها مع دول الجوار بالنسبة للأدوية نعم نقطة الأولى نعم بالنسبة للأدوية هناك تسعيرة نعم موجودة ترعى تطبيقها وزارة الصحة ورقابة الصيادلة المشكلة هل هي في تسعيرة الأدوية أم هي بالاختلاف ما بين تسعيرة أنواع الأدوية يعني أنت يجب أن تعرف حتى المواطن يعرف هناك نوعين من الأدوية في السوق العراقية هناك النوع يسمون الجنريك يعني المستنسخ أو الجنيس أو الجنيس يعني وليس الأصلي نعم يتشبه حتى العام يحتى يعرفون الناس وأكل أصلي نعم اللي هو الأدوية الأصلية هذا سعرها يختلف تماما عن سعر هذه الأدوية أغلب هذه الأدوية الجنريك الغير أصيلة هو ذكر الدكتور سيف على هذا الموضوع قال هذه الأدوية وتهرب إلى داخل العراق بطريقة أو بأخرى من قبل شركات من قبل مكاتب يجب أن تسيطر على هذه الأمور يعني عندما يجي الدول المواطن عندما يروح للصيدلية وديغط الدول الصيدلان يقول له شك تريد أصل أو 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 الفرق كبير جدا. طيب دكتور قضية يعني الارتفاء بأسعار الإيجارات وأيضا أسعار الأدوية تتفاوت مع الإيجارات. أنتم كرقابة أطباء نقول إحنا ما أخذوا رأينا بهذا الموضوع. طيب شنو حد تعاملكم مع هاي القضية؟ عدم أخذ رأيهم أن الحقيقة ليس تهميش إن ولا. لكنه يوم ما يعرفون وغير قارج نطاق عملنا يعني وخاص بالصيادلة وأكيد وزارة الصحية. طيب أجور الأطباء. نرجع على أجور الأطباء بالنسبة لأجورات حضرتك جنابك ذكرت والأخ وزارة الصحية قال خمسين ألف لا توجد في نقابة الأطباء في شيء اسم خمسين ألف. لا توجد كشفية الأطباء تتراوح قانونا ولا نسمح بتجاوز هذه الكشفية. ولو نعلم أي طبيب يتجاوزها نحن نذهب لنحاسبه. أنا أريد الحساب. شنو الحساب؟ حسبت واحد قبل؟ نعم عدة أطباء لكن نحن الحقيقة نتحفظ على ذلك الأسماء. يعني شنو تركفون الإعادة مثلا؟ لا لا نحن نقدر نغرم من مليون إلى مليونين دينار نطي إندار. بعدين طبعا إننا صراحية نغلق عيادته إذا ما ي... بس هذه الظاهرة منتشرة أو لا بصراح؟ هذه موجودة. خاصة الأطباء. أنت تقول منتشرة أنا أقول موجودة. نعم. أقوم فرق بين الكلمتين. يعني تحوز يعني كيف تكشفوها؟ هسرع أقولك. نعم. التسعير التحراوح من 10 ألاف إلى 40 ألف ضمن قانون نقابة الأطباء القرى سنة 2011. نعم. بالمؤتمر العام وهذا لحد الآن مطبق ومفعل. أغلب الأطباء لم يصلوا إلى 40 ألف. نعم. أغلب الأطباء لم يصلوا إلى 40 ألف. نعم. اللي هو حقهم قانونا. نعم. بل هم يوقفوا عنده 25 ألف. نعم. أوكي؟ زيان. زيان. بالنسبة من 10 سحاليا فعليا على الأغلب الأعام. من 10 إلى 25 ألف الكشفية تتلاوح مع مستوى المناطق ومستوى إمكانيات الأطباء. حتى نحن نقدر ما نتجاوز هذه. يعني الخدمة الطبية قبل خمس سنوات في المؤسسات الصحية الحكومية كانت أفضل من الآن. نعم. وهذا شيء يعني ملموس ومعروف ومتابع من الإعلام من الناس. يعرفونه ولمسوا الأمثاليات. وأسوابه كثيرة ليس ما نقول الأداء بقدر ما هي الأزمة المالية. دكتور مواطن بسيط يصرف له تقريبا 150 200 ما بين المختبرات الخاصة. وليه يتابع للطبيب في أغلب الأحيان. نعم. أو يأخذ عليها فلوس. دكتور ما يأخذ عليها فلوس المختبر؟ نعم. المختبر من يحول على مختبر. نعم. هناك أطباء يأخذون صريحين يعني. طيب. هناك أطباء يأخذون أنا. طيب. نحن حتى هذه ما رح تقولي ظاهرة. خلنا وضب لك موضوع. هم رح تقولي ظاهرة. أوضب لك الموضوع لها. الكشفية من الأطباء الخدمة الصحية بالمؤسسات الحكومية. نعم. صار بها فض نوع من القصور تجهوا إلى القطاع الخاص. القطاع الخاص له أسعارها يعني من زمان إلى أسعارها. لكن الناس كانت تجد الحل عند المؤسسات الحكومية. عندما بدأوا يشعرون لا يوجد حل لهم في المؤسسات الحكومية تجه القطاع الخاص بدأوا يلمسون اختلاف الأسعار. اختلاف الأسعار هنا. طبعا هناك أكو خروقات في قضية الاتفاقات. أنا معك. هناك أطباء يتفقون مع الصيادة أو الصيادة يتفقون مع الأطباء. ومع المختبرات. أنا أعتقد. ومع المفرس. ومع المفرس. نعم نعم. لا شيء. لكن ليس الظواهر منتشرة. ولكنه. تحاسبون عليها قانونين؟ نحاسب عليها قانون. ونحن أنا وسيد النقيب أطباء والسادة أعضاء. لديكم لجان صحيح. ولدينا لجان تفتيش. ونؤكد على المواطنين. والآن أنا من بنبركم. طيب. أي مواطن يرفع عندنا شكوى بهذا الاتجاه. طيب. لن نتسامح مع الطبيب الذي يخال في القانون. شكرا دكتور. عود إلى ارتفاع الأسعار. ولديك حرية الرد على ما تم تطرق لها. طبعا شكرا جزيلا. أنا أشيد بما قاله الناطق الرسمي في الوزارة. دكتور سيف البدر. نعم. بالمناسبة الموضوع الإنسان بالمناسبة للصيدلي. تعرف الصيدلي في صيدليته. الكثير من عندنا. وأنا صيدلي. وعندي صيدلي. وأنا دكتوراه في الصيدلي. وأستاذ في جامعة بغداد. كلية الصيدلي. نعم. نصائح طبية وصيدلانية بدون مقابل للمريض. بدون أجور. نعم. معنى في الخارج في أوروبا. في الدول الأخرى. الدول المجاورة. الصيدلي. ياخد أجور على الاستشارة الطبية والصيدلانية. استشارات صيدلانية من قبل الصيدلي. إلى المواطن مجانا. نعم. كثير نجريها الصيدلي في صيدليتها للمواطن أو التعليمات التي نمطيها على استخدام الجواب هذا جانب أخلاقي وإنساني هذا يوضح في إضافة الصيدلي إعطاء الأدوية للمحتاجين إحنا مريض وهذه أيضا مسألة مهمة والله العظيم أبد من أخذه من عندك طيب لو تسمح لي أذهب إلى فاصل وأعود لتكملة حديثك في هذا الإطار أعزائي المشاهدين فاصل ونعود دكتور كنت تتحدث على الجانب الأخلاقي للصيادلة والتي لا يأخذون عليها أجور كبير سشارات الصيدلانية بشكل عام يعني بالفاصل كان اعتراضني من لقابة الأطباء يقول هذه قضية غير قانونية لا دكتور أنا رجل أفهم بالقانون يعني هذا رأيي الدكتور وهذا موجود الدكتور أنا رجل دكتور أحمد علي إبراهي يقول المفروض بس خلا أكمل فضل أنطيني حق الرد إن شاء الله وأنت لك مطلق الحرية نعم أنت حكم بيننا أنا رجل أفهم بالقانون أنا رجل سابقا في النقابة السابقة كنت رئيس لجنة الانضباط وليها على لجنة قانونية ودورة اللي قبلها في دورة اللي كان بيها النقيب دكتور أحمد علي إبراهيم اللي حاليا على الهاتف أنا كنت عضو لجنة الانضباط في نقابة الصيادلة نعم أنا أقصد الاستشارات الصيدلانية بس إحنا ندمج الصيدلانية مع الطبية نعم هي ليست استشارات طبية وإنما استشارات صيدلانية حول نوعية الدواء كيفية الإعطاء الجرعة شون تاخذه شنو فوائده شنو بعض المضار إنه أنا هذا الدواء ممكن أخذه بالليل أو أخذه بالنهار هذا الدواء أنت لتسوق دير بالك من تاخذه دير بالك تشتغل على مكينة دير بالك كذا دكتور دخل ندخل بالموضوع البرنامج الجديد هل سينهى ظاهرة التلاعب؟ نعم هل سينهي البرنامج سينهي ظاهرة التلاعب؟ إحنا المحتاجين يجيك محتاج ما عنده عنده نصف لوس الوصفة دكتور خلي نستثمر الوقت إنه هذه قضايا أفلاقية بها ضمير ونحكي بالموضوع الحصاني والموجود خلي نستثمر الوقت البرنامج الجديد هل سينهي ظاهرة التلاعب بالأدوية؟ أكيد هل سيتم التحقيق من مصادر الأدوية أرتفاع الإجارات؟ ملاحظة الدواء الأصلي مثل ما قال الدكتور جاسم أو البراند العفو والدواء الذي له يعني الشركة مخترعتها خلو نقول أنه شركة تفقد امتياز وحصر التصنيع به خلال تقريباً في 20 إلى 30 سنة من إنتاجها أو ابتكارها فلهذا الشركات الأخرى تبدو تصنع هذا الدواء الأصلي يسموه بالدواء الجنريك أو الجنيس بس هو أيضاً دواء فعال كثير من الأدوية الجنيسة عندنا موجودة في العالم تباع بأسعار جيدة وأيضاً هي أدوية فعالة وجيدة ومسجلة ومسعرة يعني مشرطة يكون الدواء الجنيس يعني دواء لا سمح الله يكون سيء أو غير جيد لا كثير من الأدوية الجنيسة فقدت الشركات العالمية حق استثمارها يعني صالت 30 سنة من اختراعها نحن نسمي نوفل يعني حق التملك فقدت 30 سنة وراها تبدو الشركات الأخرى تبدو تصنع هذا المستحضر اللي الشركة الأم صنعتها خلا نقول طيب شو ما تتعاملوني بالنظام الجديد هذا كل يسعر كل يدخل في سيستم وزارة الصحة هذا يسجل وفق الأطور الفنية طبعاً نحن تسجيل وزارة الصحة تسجيل محترم من أرقى أنواع التسجيل في العالم يعتمد على الدساتير الأدوية العالمية لدستور الأمريكي ودستور البريطاني ما هي العقوبات دكتور؟ حدثتم عقوبات؟ العقوبات التي يخالف التسعيرة صعوداً أو نزولاً من يحدد التسعيرة؟ الوزارة ما قلنا الوزارة؟ الوزارة كلها اسمحني اسمحني ما هي سيستم كامل مواندة أشرحها قرادة نفس الساعتين لا لا أتفضل بس أنا شارحها في حلقات سابقة بس مو نعم يعني مو في قناتكم الكريمة في قنوات أخرى نعم التسعيرة تبدأ من الوزارة الوزارة اللي حتصنع سعر المصنع اللي هو قلنا نختار أوطأ الأسعار من بين دول الجوا هذا إن كان الدواء الأصلي أو الدواء الجنيس البراند أو الجنريك ومن ثم تضاف عليه نسبة المذخر نسبة المستورد ونسبة الصيدلية يصل الدواء مع تسعيرة مع اللي بول اللي انت حشيت بها هذا اللي بول اللي هو غير قابل للتزوير يصل المواطن مسأر عليه استكر تسعير اللي هو رقم الوجهة وسعر الدواء بالدينار العراقي أكو صيدلية بالحارثية إيجارها كذا دفتر وإيجار صيدلية أنا هستخسيته يا أستاذ فلاح الذهبي حول هذا الموضوع وهي أستاذ فاضل المعموري قلت للمشكلة يعني أنا بيوم من الأيام صبحت إيجاني أبو الملوك قل لي إيجارك 300 ألف صار مليون ونص أو صار مليون ين ينعكس على الدواء ما ينعكس هو المفروض ما ينعكس طيب بس المشكلة من يحميني من المستأجر اللي رفع إيجاري إلى 3 ملايين أو 4 ملايين زين ما نطيته إيجار قلعني زين الضريبة اللي كانت 250 قبل 2003 هسه صارت الضريبة 3 ملايين وأربع ملايين زين هاي من يحميني زين أنا كصيدة اللي متريدني ألتزم بتسعير هذا النظام أنا ألتزم بتسعير لأن أنا أنا ملزم بيها لأن أكو عقوبات عليها والمواطن أنا بالنسبة إلي أهم أهم فائدة المواطن مصلحة المواطن الحلقة الطبية هي حلقة ثلاثية الطبيب الصيدة لي المواطن نعم المريض زين هذه الحلقة يجب أن تكون متكاملة ويجب أن تكون يسود الثقة بين أطراف هذه الحلقة الثلاثة بس في نفس الوقت من يحمي الطبيب والصيدة لي من يجي صاحب الملك أو صاحب العمارة ويقول له أطلع هذا النظام والنقابة ما تسوي شيء ما تقدر قانونا ما عدنا قانون ينظر إذا رح يصير تفاوت بالعدوية هم يصير تفاوت ما يصير تفاوت لأنه إذا خالف التسعيره هو صح يضرر بالصيدة لي جزي عف صيدة لي جزي عزلها نعم جزي عزلها يقول لك أنا ما صرف لي إذن إذا حجم الرقابة جيد بهذا الموضوع جاي تراقبون حجم رقابة جيد غالقين إحنا غالقين كثير من الصيدريات هسب هذا النظام الجديد هسب هذا النظام الجديد أي صيدرية ما تلتزم تغلق طيب لو تسمح لي دكتور أحمد إبراهيم معنا على الهاتف النقيب الأسبق للصيادلة وأيضا حضرتك أكاديمي ويا ريت نعرف رأيك في النظام الجديد وإمكانية أن تكون ثمة عدالة في هذا الموضوع موضوعة الأدوية وما هو رأيك في اختلاف الدواء من حيث النوع والمنشأ ومصداقيته وسموعة العلمية والشركة المنتجة له الموضوع الأول هو أن هناك مشروع لتسغير الأدوية هذا الموضوع يعني الآن يحظى بموافقة الجميع بموافقة المواطن يعتقد المواطن أن الأسعاد ستنخفض تليلا إلى ويجدها أنها موجودة في كل الأماكن بتأم واحد هذا رأيك الجانب الآخر يتخلط الفيدلي من عبا الحديث مع المواطن حول موضوعة التسعير لأن الأسعار متفاوسة بين صيبلية وأخرى وبين مكان منطقة ومنطقة وهكذا الجميع الآن متفقين على أن موضوعة التسعير موضوعة مطلوبة في الوقت الحاضر لكن كذل قليل حتى حتى عن موضوعة الإيجار وموضوعة علاقة الصيدلي بالبروك المتغيرة وأنه قد يتعرض الصيدلي إلى الخسارة أو هو مجبر بتحمل هذا هذا الدليل الآخر على أن هناك شيء جديد وضع جديد في العراق النظام الاقتصادي الذي متبع في العراق في الوقت الحاضر أكو حديث عن أنه نحن نتبع ارتفاع السوق ارتفاع السوق يعني شنو؟ يعني أنت ملزم بوضع سعر على البضاعة ماتت لكن ما أحد يجي يحدد ربحك وإنما أنت تخضع إلى المنافسة وتخضع إلى الغريبة اللي تفرض عليك اليوم إحنا في البلد لكن الفئة الضعيفة المواطن حالة الفوضى السائدة ويعني غياب الرقابة يعني خلت المواطن هو الضحية يا دكتور دكتور عامل بناء من 15 إلى 20 يأخذ باليوم شون يقدر يودي زوجته وطفله للطبيب؟ شون يقدر يشتري أدوية؟ الحقيقة ما يعالج بطريقة طقب تشغير الدول نعم هذا يتعالج بالنظام الصحي نحن نمتلك نظام صحي يأمن للمواطن مهالجة طبية والمواطن لكن ألا نحتاج إلى تضامن إنساني من قبل المنظمات المعنية ليش نقابة الأطباء من السوي مؤتمر تفكر بالأطباء وتفكر بأجورهم ورفع أجورهم وأجور المواطن ليش نقابة الصيادلة تفكر بالصيادلة فقط والنظام الصحي متهالك عندنا في وزارة الصحة وماكو خدمة حقيقية عزيزي هذا صحيح المواطن عندما تكون أكو مضمع الضوان الصحي وأكو رعاية صحية أولية تتغير الوصفية يبدأ الطبيب يبحث عن المواطن لأنه مصلحته تصبح في هذه الحالة أنه يقدم خدمه أفضل للمواطن حتى يكسبه يعني المواطن لا يدفع ثلوث من جيبة وإنما هو مشترس بالضمان بموجب لظام محدد وبالتالي هو يختار الطبيب الذي يقدمه خدمه طيب دكتور لو تسمح لي أنا آسف لمقاطعتك لو تسمح لي أبقى ويانا أريد أسأل نقابة الأطباء بهذا الموضوع تحديدا يعني النقابة رفعت أسعار الأسعار في مؤتمرها برغم أن البلد يمر بضائقة مالية وركود في سوق العمل وأيضا هناك من يشير يعني هذه حاولنا نستشفى أراء الناس مبلغ خمسة آلاف دينار مبلغ عادل جدا للأطباء إذا استقبلوا باليوم عشرين واحد خمسة وعشرين واحد سيكون جامع مبلغ لا بأس به في الظرف أنه عامل البناء اللي هو سقف ما يحصل إذا حصل عمل هو خمسة عش إلى عشرين ألف مهذا التوازن ضروري تأخذ بنظر الاعتبار النقابة بالتأكيد جنابك تفضلت قلت النقابة رفعت الأسعار لا أعرف إذا النقابة نعم في المؤتمر ما حددتوا في مؤتمركم نحن استلمنا النقابة عام 2017 قبل المؤتمر في 2011 ما كنا نحن تم بقت الأسعار على ما هي عليه لحد الآن لرؤيتنا بأنه الأسعار لا تشكل الآن عبئ لأنه الأطباء عندهم هامش من الحركة داخل هذه التسعيرة يتراوح من عشرة إلى أربعين يستطيع أن ينزل إلى أقمسطعش ينزل إلى عشرة ينزل إلى خمسة وكثير من الأطباء يأخذون خمسة آلاف حسب نوعية الأماكن يعني مثل الطبيب اللي يقود في مكان ويعرف المنطقة أصحاب الدخل المحدود أصحاب الدخل الواطئ ما رح يأخذها زي الدكتور لو تسمح لي أكو فدحي فيه أقاربي في الكاظمية كشفيتها 3000 دينار عذراً على المقاطع المخرج الآن يتحدثوا يا يا يمكن البارحة أول بارحة رايح للطبيب بالحارثية بغض النظر عن الأسماء يقول 70 ألف اختصاص سكري هو بالحارثية كشفيتها كشفيتها 70 ألف ويتحدثون عن كشفيات بس أنا جرابك أمامي بعد انتهاء البرنامج أنا رح أتحدثوا المخرج يعني أنا أقول لك القضية موجودة بغض النظر عن الأسماء ورح يتم أخذ إجراء بنقابة الأطباء ضد هذا الطبيب لن نسمح له بأخذ كشفية مرتفعة عن القانون المسموح أبداً طيب الدكتور وسنزودكم الأطباء المشهورين وهذه يعني هم ظاهرة للأسف تقول حضرتك موجودة بس أنا أقول لك هي ظاهرة الأطباء يدخلون أربعة أربعة وهذه قضية ما بيها لا خصوصية للمريض ما بيها رحمة بالتعامل مع آلام المريض صحيح لولا لو تسمح لي بعد الفاصل أنا نقش هاي الحيثية أعزائي المشاهدين فاصل ونعود دكتور الكثير من الهموم ويمكن وقت البرنامج ما يسبح مع الأطباء تحديداً مع غياب الرقابة مع هاي القضية اللي تحدثنا عنها في جزء سابق من البرنامج هو يعني الفوضى عدم احترام المريض وخصوصيته ويدخلون أربعة أربعة في عيادتهم هاي الظاهرة واصلتكم وشلون تتعاملون إياها استعاد هناك أسس للسلوك المهنة الطبية هناك أسس ثابتة للسلوكيات المهنة الطبية جميعنا نعلمها وتعلمناها من خلال عملنا كأطباء منذ كنا مقيمين ولا حد الآن أصبحنا خصائيين أو استشاريين والآن النقابة بدأت بتأسيس دورة على كل الخريجين يدخلوها هي تعليمهم السلوكيات المهنة الطبية هناك منهاج وهناك مدربين ومدرسين في هذه الدورة ومنذ هذا السنة جميع الخريجين دخلوا إلى هذه الدورة وأخذوا شهادة المشاركة بهذه الدورة لا طبعا ليس من السلوك المهني أنه يدخلون أربع مرضى إلى العيادة أو إلى غرفة كشف الطبيب بالتأكيد هذا ولا يقبله طبيب ملتزم بسلوكيات المهنة الطبية يعني خلال متابعتكم كيف قد نسبة انتشارها خاصة بالأطباء الكبار ملحوظة هناك ليش هي ملحوظة أنا مراحة أنكر ليست محدودة وقليلة مثل مدرسة أكو حالات محدودة أنا قلت لك لكن هذه ملحوظة موجودة مواسعة انتشار لكن وين تصير تصير عند الأطباء الذين يراجعهم مرضى كثيرين يحاول المرضى يغضبون من طول الانتظار فيحاول يمتصغضبهم هل هذا تبرير تكتور لا لا أنا مدى أبرر بس لا أقول لك واقع الحال هو هذا نحن ضد هذه السلوكيات لا نقبل بها وفاتحين أبوابنا هناك موقعنا وهناك تليفونات حدثتني عن إجراءات صارمة المواطن يريد يعرف هذه الإجراءات لجنة انضباط نقابة الأطباء موجودة لديها قانون صارم جدا يبدأ من التوجيه إلى حد غلق العيادة وسحب الرخصة كم مرة سويتوها بصراحة خلال هاي الفترة واللي هاي الظاهرة منتشرة يعني غلقتوا عيادة الطبيب إجدتكم شكوى حلنا حلنا أسا مرح أقول بدون أسماء لا ولا أقول العدد ولكن حلنا أطباء إلى القضاء عادي وحدة غلقنا أدة عيادات كيف تستقبلوا شكوى المواطنين كيف تستقبلوا يتفضل المواطن للنقابة ورح يمكن حضرتك له تيجي وشوف أي موظف يستقبله برحابة الصدر يقدم الشكوى باسم نقيب الأطباء السيد نقيب الأطباء شكوى ويذكر بها تفصيلاته ويذكر اسمه وعنوانه وهذه كلها خاضعة لسرية يعني ما رح ما رح يظهر اسم المواطن ولا تنفونه لكن حتى نقدر نقدر نأخذ مننا المعلومات اللي تفيد في التحقيق هذا الشي دكتور هسا الآن وسيلة إعلام فتحت في وزارة الصحة لماذا لا تتم التعاون لماذا لا تضعون نوع من الأسس عند كل عيادة بها رقم تليفون النقابة أي مريض يعني يمر بهيش إشكال على مد أيضا الطبيب يعرف أنه مراقب كثيرون يعتقدون أنه هناك لا يوجد تعاون ما بينه وبين وزارة الصحة التعاون جدا موجود بينه وبين وزارة الصحة بل يومي أنا قصدي حدية الرقابة دكتور حدية الرقابة ومتعاونين لكن كم من مشاكل كبيرة أنت لذلك تلاحظ تريد الحل آني والحل الآن الحقيقة صعب جدا صارنا سنين نحجيب هذا الموضوع النقابة صار سنة أرجوك إلا لا يعني صارنا سنين نحجيب هذا الموضوع سنين طبعا لا لا سنين لكن النقابة تأسست في نقابة الأطباء عادت للعمل بعد توقف دام 14 عام هي توقف صار سنة تقليل الجشع طبيب صار عنده عياتين ثلاثة يحط ابنخته ويحط ابن أخو طبيب بسيط هو عنوان صحيح له لجان التفتيش مستمرة بعملها في مهردات وفي كل المحافظات يفتح أكثر من عيادة أولا ياخذ بناية كاملة ويحدد بيها كثير من العيادات غلقت صدقني كثير من العيادات غلقت وللنا نسمع وحنا فاتحين أبوابنا بس لإيصال المعلومات مثل ما تفضل سيد المخرج صدقني ما راح أترك الموضوع أنا أشكرك دكتور وياريت أيضا تفتحون باب يعني من الشفافية بالتعامل مع هذا الموضوع دكتور أنقلك نقيب الصياد ليقول في تصريح نحو 60% من الأدوية الموجودة غير مجازة من قبل النقابة أليس ذلك يعني صعب عندما يقرأه المواطن وهذا تصريح موجود قد يكون التصريح يراد لتعديل نعم هي مو غير مجازة نعم يعني نقابة ما تضطي إجازة إجازة الدواء واستيراد الدواء نحن نجي على الدواء الخارجي نعم اللي يستوروا من خارج العراق هي تأتي من وزارة الصحة بس عدنا في بعض الأحيان بعض الإجراءات تتعطل يعني في وزارة الصحة فيفضرون مع الأسف البعض أنه يدخلون بعض الأدوية بطرق أخرى بطرق يعني اللي هي بالبداية ذكرتها طرق التهريب هذه بدأت تنحد هذه الظاهرة بعد موضوع التسعير بعض موضوع التسهيل في فحص الأدوية في تسجيل الأدوية في وزارة الصحة المسيطر الكونترول هنا على استيراد الدواء هي وزارة الصحة طبعا من تعاونه عن نقابة بس الأول هي وزارة الصحة هذه الإجراءات من تستهل إجراءات تسجيل الشركة تسجيل الدواء إقرار الدواء من قبل الهيئة في وزارة الصحة وفحص الدواء في مختبر رقابة دوائية كلها تسهلت حالياً فبدأت انسيابية الأدوية تصل بشكل صحيح وتصل بشكل أسلس وأكثر سلاسة سابقا كان المستورج شنو يتعب يعني تتأخر الوجبة ما لتبين ما تدخل فيضطر في بعض الأحيان أو هذا طبعا موبرر هو غير قانوني يضطر يدخلها بطرق أخرى يعني بطرق تهريبية ليش؟ لأن الإجازة تتأخر الموافقات الأصولية تتأخر وهذا يقول لك أنا حاط فلوس وحاط كذا وهذه أدوية لازم ما أخليها فترة تنتظر يحتاج لها برادات يحتاج لها طرق خزن معينة مهمة حس هذه الأمور بدأت تتنظم أكثر بدأت تسهل أكثر أنا دائما عندي مقولة سابقة حتى في قبل عشر سنين عضو الجنة انضباط في نقابة الصيادلة مو هذه اللي قبلها اللي قبلها قلوا دائما إحنا من نوسع الباب ملتنا من نفتح الباب ونكبر الباب بعد الشباش ما أحتاجه ما أخلي ناس تدخل من الشباش أنا أسهل الإجراءات القانونية على المستورد على الصيدلي لأنه نحن في النهاية الصيدلي والطبيب في النهاية المؤسسة الصحية ووزارة الصحة هدفنا هو خدمة المواطن هو علاج المريض أنه المريض يطيب ويصير زين ويدعينا هناك من يلوم من يلوم مؤتمراتكم ونقاباتكم أنها دائما تفكر تضع الأولويات إلى ربح الطبيب أو الصيدلي لا لا أنا أحكيها دائماً أنا طبعاً القطاع الدوائي الخاص يغطي حتى القطاع الطبي فهدت 50% من الحاجة حاجة الدواء في السوق العراقية أو في المواطن العراق والمستورد لا أحكي لك القطاع الخاص المستورد موجود المستورد يعني ما تقدر أنت لا تقدر تستغني عنه إذا ما تطور صناعة دوائية 60% من الأدوية غير مرخص من الوزارة وما مفحوص 60% من الأدوية الموجودة قد تكون هذه النسبة أو قد تكون أقل مو غير مفحوص هذه مو خطرة بالمناسبة لا لا أسمح لي وإني أكون موضوع فني أنا رجل فني أنا رجل عدي دكتوراه في الصيدلة في الكيمياء الصيدلانية وهذا تخصصي مو كل دواء مهرب يدخل للعراق هو فاشل وغير ناجح كثير من الأدوية في حملات وزارة الصحة وحملات مكتب مفتش عام اللي صارت قبل سنوات انفحصت كثير من الأدوية المهربة و95% من عندها كانت ناجحة في الفحص طيب كانت ناجحة في الفحص وسليمة وخذ المواطن واستفاد عليها فليس كل دواء مهرب هو غير صالح غير صالح للمواطن لدينا وقت قليل بس هو حلير قانوني هل تضمنون أن هذا المشروع هذا المشروع سيكون في خدمة المواطن دكتور إذا عندك رأي قبل أن دخل دكتور أحمد بالنسبة للأدوية الأدوية اللي موجودة بالسوق نسبة كبيرة من عندها دخلت للعراق بدون ترخيص غير خاضع للفحص مهما كانت الأسباب مهما كانت المبررات لا يوجد في العالم دخل لأي دواء مهما كان بسيط بدون ترخيص بدون فحص وهناك موجودة في السوق بشكل سريع لدي دكتور أحمد أبراحيم أدي جواب يوجد تبرير قانوني أنا أحكي قانوناً وفنياً طيب قانوناً لا يجوز استيراد دواء إلا بإجازة غصبية وزارة الصحة زين يعني هذا القانون رح يضبط هذه القضية بس أنا أحكي لك من ناحية الفنية بس من ناحية الفنية أنا أستم تروح بالعمان وتجيب دواء وياك هذا الدواء فاشل أو ينجح أو تروح حتى في الإمارات وتاخد دواء طيب لأن إحنا الدواء أساساً من يوصلك لهنا حتى لو مهرب خلنا نقول فرضاً افتراضاً مهرب طيب بس وناجح في بلد المنشأ شكراً دكتور ومفروس في بلد المنشأ كيف يكون بريطانيا أو أمريكا دكتور أحمد إبراهيم بس من ناحية القانونية دكتور أحمد إبراهيم استمعت إلى الآراء لدينا ما تبقى من الوقت كيف ترى أهمية وجدية أن تتعاون النقابة مع الوزارة النقابات مع الوزارة وما هي مقترحاتكم هل طرحت أكاديمياً وأنتم الأكاديميين كيف ممكن تحقيق نسبة من العدالة والصرامة في هذا الاتجاه عزيزي عندما تكون هناك رؤية واضحة ما الذي نريده للعراق من نظام صحي يأمن للمواطن معالجة طبية سليمة عند ذلك ممكن أي تعاون بين كل الأطراف يكون مثمت لكن عندما لا تكون هناك رؤية واضحة ما الذي نريده يعني هناك من يعتقد أنه إذا سوى مستشفى قام أنشأ مستشفى هذا يعتبر نجاح نحن عندنا تجربة طويلة في العراق نحتاج فيه إلى تغيير النظام نحن في يوم ما مثلا كان عندنا الرعاية الصحية الأولية بدأت وانتهت يعني إلى يعني إلى الفشل الذريع بسبب سياسات الدولة ومسياسات أخرى وزارة الصحة لا زالت لغاية الوقت الحاضر لا تمتلك رؤية واضحة ما الذي تريده للمواطن كيف تقدم الخدمات ما هي المظلة اللي يتأمن للمواطن المعالجة الطبية السليمة يعني أنا هسه قبل شوية سمعت يعني من الأخ الجميل من نقاط الأطباء يتحدث أنه هو يحاسب القبيل إلى زياد الشسمة سعر الفحص الفحص الطبي زي أنا أسألة بأي خانون أنت سرح تحاسب أنا عبد قانون نقابة الأطباء الذي مقرب من الدولة العراقية يقول لك قانون نقابة الأطباء إحنا ما عدنا وقت دكتور ما كوش خانون لا كوش خانون دكتور أنت سيدلاني أنا بنقابة الأطباء تفضل دكتور كمّل حديثك لو تسمح لي بشكل سريع ما قابة أحد بسرعة تفضل تفضل بشكل سريع بس أكمل ما قابة أحد أنا قضي اليوم في العراق جيب لي أي موضوع متعقل في العراق المواطن يطلع يلقي على تسرير ملابسه أكله مقتناء مقتناءاته ماذا اللي يجي من السحر في ماذا الطبيب أو الدواء يتحر أنا أعتبر فرض السعر على البضاعة مطلوب في العالة في الاقتصاد في السوق الحر أنت مجبر تخلي سعر على البضاعة حتى يصبح تناقض طيب دكتور أنا أعتبر يعني حديثك مهم لكنه وقت البرنامج انتهى نعمل أن تكون ثم الضوابط حقيقية وتعاون حقيقي ما بين النقابات لخدمة المواطن أولا في ختام حلقة اليوم أتقدم بالشكر الجزيل للضيوف الكرام الدكتور جاسم الموسوي نائب نقيب أطباء العراق الدكتور مثنى الطائي عضو مجلس نقابة صيادرة العراق ولضيفنا عبر الهاتف الدكتور سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة والدكتور الأكاديمي الصيدلاني أحمد إبراهيم علي وهو نقيب الأطباء الأسبق للمزيد من المعلومات راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة تحيي لكم مشاهدينا وللقاء اشتركوا في القناة